نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين تصرحات يؤكدون فيها أن المحادثات الأخيرة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيمين نتنياهو باتت أكثر توتراً ووحدة وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن خلافة واشنطن وحكومة نتنياهو يتعلق باليوم التالي للحرب على غزة وكانت وسائل الإعلام الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين تصرحات تشير إلى أن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد ستغادر الشرق الأوسط خلال الأيام القادمة